يحكى أنه في غابر الأزمان وسالف العصر والأوان كان يعيش قوم ليس لديهم انترنت ولا قنوات فضائية ولا حواسيب ولا هواتف نقالة ولم يكن لديهم كوسيلة للتواصل مع العالم الخارجي سوى جهاز تلفاز قديم لا يلتقط إلا قناة واحدة وكان الجميع يلتف حوله ليشاهد المسلسل العربية بشغف وكان دخلنا لك بالله المهم المهم هذا الفيديو غير موجه للأطفال لي الله تزادوا البارح حيث ما غديش يفهمون علش كانت تكلموا إنما هو موجه لك أيها الإنسان القديم أيها الجيل الذهبي فرجا ممتعه اشتركوا في القناة اللي بنا بنا مصر كان في الأصل حلواني وعشان كده مصر يا أولاد مصر يا أولاد حلوات الحلوات ليه يا زمان ما سبتنا شابريا واخدنا ليه في طريق ما منوش رجوع أقسه ممنة يفكّر السخّر يا أصفى دحكة تتوه في بحر الدمو ومنين بيجي الشجان من اختلاف الزمن ومنين بيجي الهواء من اختلاف الهواء ايه معنا دنيتنا وغاية حياتنا إذا بعنا فترتنا البريئة الرقيقة وإزاي نبص لروحنا جوه مرايتنا إذا احنا عشنا هربانين من الحقيقة قالوا زمان دنيا دانية غرورة وقلنا واللي تغروا ويخسار مصيروا قالوا الشطى قادر ويلوه ألف سورة قلنا ما يقدر علي خيره لغيره ترجمة نانسي قنقر يا روايح الزمن الجميل هفه فيه وخدينا للماضي وسحر الخفي ورفرفي يا لقنا فوق اللي فات وبص لللي جاي وانت بترفرف فيه وبص لللي جاي وانت بترفرف فيه أكل اللي فات أكل اللي جميل أطلق يا روايح الزمن الجميل أهل يقدر جميل أطلق جميل أطلق شكرا لكم على المشاهدة اشتركوا على الفيديو وشاركوا الفيديو على السفقة لكم المهم انا بطمئ لكم الجريبة و هذه هي و شكرا لكم متمنى الجريبة تنجح هذه المرة لا تطرنت اشتركوا في القناة